اشتركوا في القناة والتي تقام بولاية اوهايو بالولايات المتحدة الامريكية البطل المصري محمد شعبان ابن قرية المعصرة مركز بالقاس محافظة الدقالية ورد محمد شعبان في 3 مايو عام 1988 ويعتبر كابتن محمد شعبان صاحب قصة كفاح حقيقية في كمان الأجسام بدأ مشواره كلاعب هاوي عام 2014 وكان يعمل وقتها في ورشة نجارة لتقطيع الأخشاب ورغم أنه كان ماهرا في مهنته وافتتح ورشته الخاصة إلا أنه قرر ترك هذا المجال نهائيا وذلك عام 2015 وتفرغ للعبة التي يعشقها بجنون صافر محمد شعبان بعدها إلى دولة الكويت وشارك الأول مرة في بطولة مستر أولمبيا الكويت وذلك عام 2016 وحصل فيها على المركز الثاني ثم وصل تقلقه وحصل على المركز الأول في بطولة أرنود كلاسيك والمركز الثاني في بطولة بطل الأبطار وحصل أيضا على بطاقة الاحتراف بعدها تقلق شعبان في بطلوات المحترفين وفايز بالمركز الثالث في بطولة أسبانيا ثم جاء بالمركز الثاني في بطولة مستر أولمبيا وذلك في دولة الكويت وفايز محمد شعبان أيضا بالمركز الثالث في بطولة رومانيا للمحترفين وذلك في الوزن المفتوح ثم المركز الأول في بطولة البرتغال للمحترفين وذلك عام 2019 ليشارك في نفس العام في البطولة الأشهر والأقوى عالميا بطولة مستر أولمبيا ويحتل المركز التاسع عشر ووصل البطل المصري تجهزاته من أجل الوصول إلى أفضل حالة فنية للمنافسة على البطولات المحترفين حيث فاز بالمركز الثاني في بطولة كاليفورنيا للمحترفين وذلك عام 2021 في أول مشاركة له في البطولة محمد شعبان هو نموذج يحتزي به الشباب بشكل عام والرياضيون بشكل خاص حيث جاء من بعيد وشق طريقه في رياضة كمال أجسام وبالرغم من الصعوبات والمعاناة حيث يقول محمد شعبان لقد عانيته من أنيميا الفول وذلك لمدة 12 عام وأصبت أيضا بقرة عصبية في المخ ومرض في الجهاز المناعي وأيضا مرض السكري ولكن كل هذه الصعوبات لم تمنع البطل المصري من الوصول لهدفه والوصول العالمية في لعبة كمال الأجسام وقد تلقى البطل المصري محمد شعبان دعوة للمشاركة في بطولة أرنولد كلاسيك لهذا العام والتي ستقام في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية ومن المنتظر أن ينافس محمد شعبان في هذه البطولة عددا من أهم لاعبي ونجوم كمال الأجسام على مستوى العالم مثل وليام بونك وماكس شارليز ويأمل محمد شعبان في تحقيق مركز متقدم في هذه المنافسة القوية في بداية مشاركاته في الموسم الجديد حيث أنه حقق نتائج مميزة في العام الماضي 2021 حيث فاز بالمركز العاشر في البطولة الأكبر على مستوى العالم وهي مستر أولمبيا ويمتلك البطل المصري محمد شعبان كتلة عضلية هائلة وتناسق عضلي ممتاز حيث أشاد الكسارين من متابعي كمال الأجسام على مستوى العالم بالمستوى المميز الذي ظهر به البطل المصري والتأكيد على امتلاك اللاعبين المصريين جينات متميزة في لعبة كمال الأجسام ويعتبر البطل المصري محمد شعبان هو أمل هذه اللعبة على مستوى العالم بالنسبة للمصر والمصريين وذلك بعد البجروم اشتركوا في القناة